لما يجي نقول مهرجان العالمين شايف ازاي مهرجان العالمين بعد انتهاء فعاليته في الحقيقة يعني خليني يعني اقول ان ما فعله مهرجان العالمين هو كالعادة هو تعبير عن العديد من الجوانب المضيئة للواقع المصري الآن هذا المهرجان يعكس صورة مصر الفاتنة الفنانة المبدعة الرائعة الملهمة الملهمة يعكس هذه الصورة الحضارية الكبيرة التي تعيشها مصر ويعكس القدرات الكبيرة لجمهورية مصر العربية في كل مختلف الحق الخريطة المصرية ببصت دلوقتي كده بعد هذا البعد يعني تقريبا اوشك موسم الصيف على الانتهاء وبعد ما انتهى مهرجان العالمين بنظرة بانورامية على الموضوع بمزيد من الفقر لماذا؟ لان هذا المهرجان او هذه البقعة المضيئة في الخريطة المصرية تؤكد ان مصر لم تكتشف بعد مصر بكل الامكانيات مصر اللي هي اقدم دولة في التاريخ الكوني من سبع تلاف سنة هذا الوطن قائم ويعيش ويبدع لكنه لم يكتشف امكانياته لم تكتشف هذه المنطقة التي كانت قبل سنوات قليلة سحراء جرداء مليئة بالاخطار ومليئة وبعيدة عن الازهان احنا لما كنا من اول العالمين لسه ده انا بكلم في الماضي القريب جدا اربع خمس سنين اه بنقول العالمين فنروح ياه العالمين الان اصبح هذا المكان مكان محبب للجميع مكان جاذب للجميع مكان العالم كله بيعودك تشاف دلوقتي بمزيد من المبهار والاعجاب والوله تجاه هذه البقعة المضيئة ثم اتى مهرجان العالمين اللي في الحقيقة لم يكن الا ثمرة لمجهودات طويلة وشاقة وكبيرة قطعتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من طرق وخدمات وكباري وخدمة وتدعيم استثمار ومعالجات عاجلة للمشاكل اللي بتطرح اتى هذا المهرجان بعد هذا المرسل الطويل من الكفاح ليبهرنا جميعا ايه ده اللي حصل كان فيه ايه يعني ايه وايه اللي حصل زي ما يكون يعني مصر تمتلك عصة سحرية بمجرد ما ان وضعت طرفها على هذه البقعة فتحولت الى هذا الشكل المبهر اللي خلانا طول الوقت وثقين في مصر وثقين في قيادتها وثقين في قدراتها التنظيمية وثقين في يعني استعدادها الدائم لان هي ترجع مصر في لحظة تعد التقديم العالمين من جديد مسح صورة ذهنية ترتبط بالدمار وبالحروب لجعل صورة ذهنية جديدة ترتبط بالجمال والابداع والفن والرياضة كل ده كان موجود والاهم من ده الاهم من فكرة الصورة الذهنية للمكان الصورة الذهنية للانسان المصري القادر اللي عنده ارادة لو فيه قيادة حكيمة وفيه سياسات رشدة وفيه ارادة ورغبة حقيقة في التطوير والتدعيم هيعمل ده بمنتهى القوة والثبات والحضور فهنا كان بالنسبة لي بقى المهرجان العالمين ده بعد كل هذا المشوار الطويل الذي قطعته الدولة المصرية بثبات خلينا اقول بثبات يعني واشدد على كلمة بثبات بلا ارتعاش بلا تردد وعدم التردد هنا ناتج من الرؤية في قبل ترجمة نانسي قنقر